جديد حبايب ننتج معكم الآن مباشرة إلى شمال المملكة رح نتعرف معكم على أحد القصور التاريخية في منطقة الجوفة وقصر السمحان وشاهد على مرحلة من مراحل توطين البادية وعهد البناء في شمال غرب المملكة رح نعرفكم على هذا القصر مع الزمين النايف الفندي أمسي عليك بالخير نايف لو تحدثنا مع المشاهدين عن تاريخ وتكوين هذا القصر التاريخي تفضل أهلا وسهلا بكم مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين والمشاهدات نتواجد هنا في مدينة القريات بمنطقة الجوفة تحديدا في موقع العين البيضة في الجفيرات ومن جانب أو من خلف هذا القصر السمحان وهو أحد القصور التاريخية في المنطقة ويعتبر تحفة معمارية تاريخية حيث بني عام 1354 للهجرة وكان من المواقع التي تمر بها قوافل الحجيج من وسط المملكة إلى بلاد الشام والعكس أيضا تماما نتعرف أكثر عن هذا القصر معي ابن أخ صاحب هذا الموقع عبدالله بن ناجي السمحان نقول يا هلو يا مرحبا حياك الله معنا أهلا بك عبر برنامج ديرتنا بداية رحبين تعرفنا عن تاريخ هذا الموقع حياك الله أخو نايف وأهلا وسهلا فيكو بالمشاهدين الأعزاء طبعا هذا الموقع قصر السمحان بالعين البيضة بني سنة 1354 للهجرة وكان القصر على ما قدمت أنت كان ممر للحجاج وكان ممر أيضا للتجار الذين يأتون بالبضاعة والتجارة حقهم من الشام وكان يسكن هذا القصر ثلاث أشقاء مريحي للسمحان وناجي السمحان وسيودي السمحان وكان مع عوائلهم وكان كل شخص له مكانها المحدد يحتوي القصر طبعا على مجلس كبير كان يجمع الضيوف وغرف للعوائل وبني فيها المسجد وكان المسجد مكان للكتاتيب ولتدريس القرآن الكريم حتى أني أذكر أنهم قالوا أنهم جابوا قارئ ومقرئ من سوريا يدرس أبنائهم هنا القرآن الكريم وكان يسكن حوالي القصر جماعة من قبيلة الشرارات في لهم غرف ولهم حوط اسمها الحوطة اللي هي المزرعة ولا زالت الأثار موجودة لهم في هذا المكان نعم طالع مركز جميل يعني أش يحتوي عليه من غرف أش من أماكن للجلوس إذا تعددها لنا طيب بارك الله فيك فيه مجلس رئيسي وفيه عندهم فناء خارجي وكان فيه قلعة كبيرة طبعا عوامل الطقس والجو يعني حدمت هذا القلعة خاصة فيه بارك الله فيك غرف للنساء وعوائل الساكنين القصر وكان فيه طوالله عمرك اللي هو مكان الكتتيب الدراسة ومكان القرآن في المسجد المسجد موجود الآن ولزال المسجد هو الوحيد سبحان الله اللي لا زال محتفظ بمكوناتها الجدران والسقف وغيرها وهذا اللي أنا أقدر أقول لك ياهو الله يسرى الأمر طالع منك أيش يعني لكم يعني كرمز أثري وهو للأباءكم وأجدادكم طبعا هو هذا الأثر يعني أثر يعني ما هو بسيط لأنه بني أصلا أصل بناءه بألف وثلاثمية وحوالي أربعة واربعين لكن وثق بألف وثلاثمية واربعة وخمسين عندما قام طبعا مريحيل السمحان القصر باسمه هو الشقيق الأكبر للأخوان الاثنين فذهبوا عند توحيد المملكة العربية السعودية إلى الرياض وقاموا ببيعة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن عند التوحيد ومنح مريحيل باسمه وثيقة بأمر جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يمنح مريحيل السمحان العين البيضة وما جاورها وله الحق بالسكنة هو ومن يراه من جماعته وهذا وثيقة موجودة وموثقة في دارة الملك عبد العزيز جميل هل سيشهد تطوير يعني أرى بعض الجدران متهالكة نعم طبعا وزارة الثقافة أو وزارة الآثار أعتقد استلمت الموقع كان في نية أنه يقوم بأبناء السمحان بترميمة لكن الوزارة رفضت وقالت أنه يفقد تراثية المكان فوضعوا عليه اللوحة ولا يمكن أحد الآن أنه يستطيع القرب منه لأنه باستلام الأثار الآن وهم اللي يقومون بترميمة وعمل اللازم فيه وتم يعني أخذ الموافقة على أنه يقومون في ترميم المكان جميل نقول الله أعطيك العافية إن شاء الله وشكرا على هذه المعلومات الوافية لك يا أخ نايف ويعطيك العافية والشكر لأخوانكم شكرا لأخوانكم نعم زملاء سمعنا هذا الحديث من أبو مشعل وحدثنا عن هذا القصر وأنتقل إليكم بالصوت والصورة شكرا جزيلا لك على تزويدنا وتعريفنا بهذا القصر التاريخي من أرض الجوف في الزمين نايف الفنتيو